من ثلاث جبهات دخلت نحو العاصمة سارعة هكذا كانت بداية الحرب الروسية في أوكرانيا ومع مرور الأيام بدأت معركة النفوذ والسيطرة تزداد وتكتب فصولا جديدة بلغة المدافع والرصاص وفي الوقت الذي خفت فيه المعارك بغالبية الجبهات بدخول الحرب يومها الثامن والخمسين لا تزال العيون شاخصة نحو ماريو بول جنوبا حيث يتحصن آخر الجنود الأوكرانيين في المنطقة بمصنع أزوفستيل فحسب محللين فإن مستقبل الحرب في الجنوب الأوكراني رهين بمصير ماريو بول وعلى خلفية ذلك كشفت موسكو عن نيتها للسيطرة على ضفة بحر أزوف بعد إعلان الكريملين عن أهدافه في المرحلة القادمة من العملية العسكرية حيث يعتزم الجيس الروسي السيطرة على الدومباس ليصل بذلك الإقليم بشبه جزيرة القرم المسيطرة عليها منذ 2014 الأمر الذي أثار حافظة كييف وجعلها تصف موسكو بالإمبريالية في غضون ذلك كشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن عشرات العسكريين الأوكرانيين يتدربون في بريطانيا على استخدام عربات مدرعة وعدت لندن بتقديمها إلى كييف بينما لم يخفي احتمالية أن تطول الحرب أكثر وعلى الطرف الثاني يقول مراقبون بأن المفاوضات الروسية الأوكرانية تراوح مكانها وتتجه نحو طريق مزدود إنها المفاوضات بين موسكو وكييف متوقفة التصريحة الوردة من كييف توحي بأنها ليست في حاجة إلى مفاوضات مع موسكو لا قد قدمنا اقتراحا إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمت سياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم لا يزال بدون جواب من جانبه قال الكريملين بأن الرئيس الروسي فلودمير بوتين أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فلودمير زيلنسكي إلا إذا أصفرت المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ملموسة